بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثالث من الوحدة الثالثة بعد أن تناولنا في الدرس الثاني طريقة توزيع الأرباح والخسائر حسب نسب متفق عليها نتناول في هذا الدرس طريقة توزيع الأرباح والخسائر بعد احتساف فائدة على رأس المال فعندما يتفق الشركاء على أخذ الزيادة في رأس المال بعين الاعتبار وإن ذلك يكون غالبا في شكل نسبة عائدة على رأس المال أو نسبة مئوية يتفق عليها كأن تكون 5% 10% أو غير ذلك وتحدد هذه النسبة في الغالب على ضوء نسبة الفوائد السائدة في السوق وفيما يلي مثال على ذلك أولا في حالة الربح شركة التضامن يمتلكها زيد وعمر وهشام بلغت استثماراتهم فيها في إحدى السنوات 300 ألف ريال 450 ألف ريال 250 ألف ريال على التوالي وأن الشركاء يقتسمون الأرباح والخسائر بالتساوي بعد احتساف فائدة لرأس المال كل منهم بنسبة 10% وبلغت أرباح هذه الشركة في تلك السنة 280 ألف ريال المطلوب تحديد نصيب كل شريك من الأرباح وقت سجيل قيدة اليومية اللذي أولا تحديد نصيب كل شريك من الأرباح كما هو ظاهر بالجدول فيتم حساب فائدة لرأس المال كل شريك فيتم حساب فائدة لرأس المال كل شريك بالنسبة للشريك زيد 10% من رأس الماله 300 ألف ريال اللي هي فائدة رأس الماله 30 ألف ريال بالنسبة للشريك عامر 10% من رأس الماله 450 ألف ريال 45 ألف ريال فائدة رأس المال للشريك عامر أما فائدة الشريك هشام 10% من رأس ماله 250 ألف ريال وفائدة رأس ماله 25 ألف ريال مجموع فوائد رأس رؤوس أموال الشركاء 100 ألف ريال 30 ألف ريال 45 ألف ريال و25 ألف ريال بتساوي 100 ألف ريال الباقي من الأرباح 180 ألف ريال لأن صافي الأرباح خلال العام 82 ألف ريال تم حساب فائدة لرأس المال 100 ألف ريال الباقي 180 ألف ريال يتم توزيعه بين الشركاء حسب الاتفاق بالتساوي بعد احتساب فائدة لرأس المال وعليه يكون نصيب كل شريك 60 ألف ريال 60 ألف ريال 60 ألف ريال من باقي الربح القابل للتوزيع وعليه يكون مجموع نصيب كل شريك من الأرباح بالنسبة للشريك زيد 30 ألف ريال فائدة لرأس المال و60 ألف ريال 90 ألف ريال بالنسبة للشريك عمر 45 ألف ريال فائدة رأس ماله ونصيبه من الباقي 60 ألف ريال 105 ألف ريال وبالنسبة لهشام 25 ألف ريال فائدة رأس مال ونصيبه من الباقي 60 ألف ريال المجموع 85 ألف ريال وعليه يكون قيد اليومية كالآتي من حساب المتاجرة والأرباح والخسائر 280 ألف ريال إلى مذكورين 90 ألف ريال جاري الشريك زيد 105 ألف ريال جاري الشريك عمر و85 ألف ريال جاري الشريك هشام أما في حالة الخسارة كذلك يتم حساب صافي ما يتحمله الشريك في شركة التضامن من الخسارة كالآتي في حالة أن حققت الشركة خسارة واتفق الشركاء على احتساب فائدة لرأس المال فإن نصيب كل شريك من الخسائر يتم تحديده كالآتي أولا تحسب فائدة لرأس مال كل شريك تحسب فائدة لرأس مال كل شريك ويضاف مجموع فوائد رؤوس أموال كل الشركاء إلى صافي الخسارة القابل للتوزيع يعني يتم حساب فائدة لرأس مال كل شريك وتجمع هذه الفوائد ويضاف المجموع إلى صافي الخسارة القابل للتوزيع ثم يوزع المجموع حسب النسبة المتفق عليه يعني مجموع فوائد رؤوس الأموال وصافي الخسارة القابل للتوزيع بعد جمعه مع بعض يتم توزيع هذا المجموع حسب النسبة المتفق عليها وتحديد نصيب كل شريك من هذا المجموع ومن ثم يطرح فائدة رأس مال كل شريك من نصيبه ليبقى صافي ما يتحمله الشريك من الخسارة وفيما يلي مثال على ذلك أن شركة التضامن يمتلكها زيد وعمر وهشام بلغت إثماراتهم فيها في إحدى السنوات 300 ألف ريال 450 ألف ريال و250 ألف ريال على التوالي وأن الشركاء يقسمون الأرباح والخسائر بالتساوي بعد احتساف فائدة رأس مال كل منهم بنسبة 10% كما بلغت خسائر الشركة في تلك السنة 200 ألف ريال المطلوب تحديد نصيب كل شريك من الخسائر وتسجيل قيدة يومية اللازم لإظهار أثر توزيع هذه الخسائر على سجلات الشركة قلنا في حالة الخسائر يتم حساب فوائد لرأس المال كل الشريك 10% من 300 ألف ريال بالنسبة للشركة الأول الشركة الثانية 10% من 450 ألف ريال الشركة الثانية 10% من 250 ألف ريال يتم جمع هذه الفوائد وإضافتها لمبلغ 200 ألف ريال ثم توزع بين الشركاء بالتساوي ومن ثم بعد ذلك يتم طرح نصيب فائدة كل شريك من نصيبه وليبقى صافي ما يتحمله من الخسائر كما يظهر أمامنا في هذا الجدول أنه فائدة رأس المال كل الشريك الشريك الأول 30 ألف ريال اللي هي 10% من 300 ألف ريال رأس ماله والشريك عام 45 ألف ريال 10% من 450 ألف ريال رأس ماله و 25 ألف ريال بالنسبة للشريك هشام 10% من رأس ماله 250 ألف ريال مجموع هذه الفوائد 100 ألف ريال هنا قلنا يتم حساب هذه الفوائد وإضافة هذا المجموع 100 ألف ريال إلى صافي الخسار القابل للتوزيع اللي هي 200 ألف ريال ليصبح المجموع 300 ألف ريال يتم توزيعه بين الشركاء حسب النسبة المتفق عليها اللي هي بالتساوي 100 ألف ريال 100 ألف ريال 100 ألف ريال ومن ثم يتم طرح فائدة كل شريك من هذا من النصيب كل شريك 100 ألف ريال ناقص 30 ألف ريال 70 ألف ريال 100 ألف ريال 45 ألف ريال 55 ألف ريال و 100 ألف ريال ناقص 25 ألف 75 ألف ريال يعني بالتالي فيصبح نصيب كل شريك من الخسارة 70 ألف ريال زيد 55 ألف ريال عمر و 75 ألف ريال هشام والمجموع 200 ألف ريال اللي هو صافي الخسارة القابل للتوزيع وعليه يكون قيد اليومية كالآتي من مذكورين حالة الخسارة تحمل جاري كل شريك نصيبه من الخسارة ويكون حساب المتاجرة داينمبي مبلغ الخسارة الإجمالي 70 ألف ريال الشريك زيد 55 ألف ريال جاري الشريك عمر و 75 ألف ريال جاري الشريك هشام إلى حساب المتاجرة والباح والخسار 200 ألف ريال وعليه فإن احتساب فائدة لرأس المال عند توزيع على الباح والخسار فيه أسلوب أكثر منطقية وأكثر عدالة فمثالنا هذا لو أن تم توزيع أرباح والخسائر بالتساوي قبل توزيع الأرباح قبل احتساب فائدة لرأس المال فإن نصيب كل شريك يكون 200 ألف ريال على ثلاثة يكون نصيب كل شريك من الخسارة 66 ألف ريال الشريك زيد 66 ألف ريال الشريك عمر 66 ألف ريال الشريك هشام 66 ألف ريال أنه بالتساوي في حالة عدم احتساب فائدة لرأس المال الشريك زيد تحمل 70 ألف ريال وكان سيتحمل 66 ألف ريال بالنسبة للشريك عمر تحمل 55 ألف ريال وكان سيتحمل 66 ألف ريال أكثر وبالتالي فإن احتساب فائدة لرأس المال الذي تتوزيع الأرباح والخسائر يعتبر أسلوب أكثر عدالة اشتركوا في القناة